اهلا وسهلا بمشا يدينا في حلقة جديدة من حلقاتنا. عايزة تركز معايا هنبدأ نستعرض مع بعضينا ازاي تقدر تعمل عملية حرك بالتفاصيل للويندز من صيغة ايزو للفلاشة بتاعتك واكتر من طريقة. واشي ندخل في الموضوع على طول عايزك تفتح المتصفح بتاعك بالشكل ده. تيجي معايا في شريط جوجل وكل عليك هتكتب عايزو داونلود بالشكل اللي انت شايفه ده. بتدخل على اول لنك يسهر قدامك او تاني لنك مش هتفرج لحد ما نلاقي الاصدار المناسب من البرنامج اللي احنا محتاجينه. ادي على الموقع الشهير ادي ارترا ايزو. هتوطع لك كلمة هكفل الاعلان اللي ظاهر ليه. تمام? هاجي عند البرنامج بتاعي الجدير في الزكرة اصلا مساحته اربعة بين تسعة وتمانين. يعني خانينا نقول خمسة ميجة كلام فاضي جدا. الجدير في الزكرة مجنة البرنامج بتاعنا تسعة فاصل اربعة عملية تحميل. طبعا تسعة مليون. يعني احنا متكلم في عشر مليون عملية تحميل واخد اربعتاش وهو اخد انه امن. دي علامة انه متأمن على اخر. هضغط على كلمة هتبدأ معي كلمة تحميل مباشر. طبعا احنا بنتخطى الاعلانات. بتظهر قدامي الوجهة دي وبتبدأ عملية التحميل بشكل مباشر. زي ما انتم شايفين بدأ ينزل معي البرنامج بتاعك. هنشوف مع بعضينا خطوات التسطيب والتشغيل خطوات بسيطة جدا جدا. هضغط على علامة الفايل دي. هيصر قدامي البرنامج بالشكل ده. هضغط عليه دابل كليك. بضغط على ياس. بقول له اي اكسبت تمام. بعدين نيكست بعدين نيكست بعدين ياس. بعدين هقول له نيكست نيكست انستان. نقدر نجول عملية التسطيب خلصت او انتهت كمان. هنا هعمل العلامة يعني شغل لي هقول له نسخة المجانية. طبعا هي بتكون كافية جدا. زرت معي واجهة البرنامج. طيب. ازاي هعمل حرك البرنامج? اللي اول خلينا نقول ازاي هفتح صيغة داخل البرنامج. وده لها اكتر منطلقة. هي تسحب صيغة بالشكل ده. تضغط على بعدين كده نفتحها من داخل الكمبيوتر. يعني انا ممكن اروح على صيغة دلوقت مع بعضينا. تمام? ويبقى لاجي هنا صيغة اه صيغة ايزو كتير. طبعا ما ادي صراحيات البرنامج الونيراري تعرف عليها. بضغط على اي صيغة بعدين تفتح تدامي صيغة ايزو. او ممكن تسحب الصيغة وتنزلها جوة البرنامج. طيب بعد ما افتحت صيغة ايزو ازاي بحطها على الفلاشة? بضغط على كلمة بعدين بالشكل انت شايفه ده? كل بيكون في الخطو دي ان اوصل الفلاشة بالكمبيوتر. ورجبت معنا الفلاشة بالشكل اللي انتم شايفينه ده يتعرف على الفلاشة تمانية جيجا. كل بيكون علينا نضغط على ولكن عايزك تركز لو انت عندك هارد خريجي بيركب باليوسي بي. ركز انك مختار الفلاشة ان ممكن تخسر الداتة بتاعتها كلها. اي جهاز انت واجف عليه هتخسر الداتة بتاعته او بمعنى تاني هو هيتفارمت. فممكن نيجي في ونشوف الفلاشة بتاعتنا تمام تمانية جيجا. وفاضية تماما. كل بيكون فاضل بس انك تضغط على بعدين اقول له بالشكل ده. بعد الخطو دي مباشرة بتبدأ معاك عملية الحرق زي ما انت شايف. ادي بتحمل جدامي. وبيتم حرق على الفلاشة. كل عليك انك بتنتظر لحد ما اه الشريط ده بيتملي. بيكون الموضوع خلص خلص. ممكن تعمل له من فوق عادي جدا. بس دي كانت حرقة هذا ما سهشتعمل لايك الفيديو. اشترك في القناة. فعل زر الجرس ويوصل لك كل جديد من الفيديوهات اللي انا بقدمها. سلام.